يوصل مطار العريش استقبال المساعدات الدولية من الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية والإقليمية تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البرية حيث استقبل المطار اليوم خمس طائرات تحمل على متنها 131 طن من المساعدات المتنوعة وأوضح الهلال الأحمر المصري أن الطائرة الأولى قادمة من بلجيكا وتحمل 35 طن من المستلزمات والأجهزة الطبية والأدوية ومولد كهرباء بينما تحمل طائرة ماليزيا 57 طن من المواد الغذائية والطبية وأكد الهلال الأحمر المصري أن طائرة سعودية تحمل 17.5 طن من المواد الإغاثية والمستلزمات الطبية مشيرا أن الأردن أرسلت طائرات تحمل 6 أطنان من المستلزمات الطبية الخاصة بالأطفال والنساء بينما تحمل طائرة ألمانية 5.5 طن من المواد الإغاثية والخيام